فاز الروائي والناقض المغربي عبد الفتاح كليتو بجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب عن عمله السرد العربي القديم والنظريات الحديثة وبررت لجنة تحكيم هذا الاختيار ببراعة كليتو الأساد بجمعة محمد الخامس في الرباط في تأويل الأعمال السردية العربية القديمة بدراسات مكثفة أحاطت بها في شتى أنواعها وتمثله المناهج النقدية الحديثة تمثلا إيجابيا وعمله على تكيفها بما يناسب رؤيته التي تصفت بالجدية والطرفة والإبداع أيضا وتميزه بالقدرة على تقديم السرد العربي للقارئ العام بأسلوب واضح ودقيق ويبلغ إجمالي جوائز الفروع الخمسة للجائزة مليون دولار وتمنحه سنويا لنخبة من العلماء والمفكرين والأدباء الذين قدموا إسهامات علمية جليلة خدمة للإنسانية وتتمثل هذه الفروع في الطب والعلم والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب إضافة إلى خدمة الإسلام